أحب أشتغل مع شخصية مبدعة بصعبة أو شخصية حلوة لكن شغله كويس الصراحة اللي شخصيته حلوة ليه؟ لأنه أحد حيلتزم معايا حينفذ حيكون يعني مرح معايا في التعامل حيكون سهل علي وحقدر أطلع فلوس وحقدر أشتغل وسوي بيزنس بس اللي حيكون شخصيته صعبة هيطفشني أنا مع الشخص المبدع في مجاله حتى لو كانت شخصيته صعبة أنه أنا ما يهمني أصلا شخصيته إيش تكون أو كيف تكون لأنه أبغى منه بس الفكرة الفكرة هذي هي اللي راح تغير مجال الحياة والعامل بيئة العمل اللي أنا شغال فيها أصخاص المبدعين أصلا نادرين في البلد أنا يهمني الشخص يكون مبدع ما يهمني شخصيته لأني ما حناسبه في الأخير بعدين المبدعين هذول شخصيات مرة نادرة ويعني مرة رزق يعني مخاطرة كبيرة أن يشتغل معايا يمكن يطلع شغله مو مرة رهيب يمكن ما يطلع له رواج كبير في السوق لكن الشخص اللي شغيل ويلتزم معايا ويشتغل معايا يوميا لكن شغله ها أوكي بلاكس أريح وأفضل من اللي حيقع يطفشني ومزاج ومعكر واليوم ما يقدر يشتغل وبكرة تعبان وبعده وبغيمش بكيفه لا شكرا أبقى واحد شغيل عشان ننجز ترجمة نانسي قنقر